كل إنسان حر لا عبودية إلا لله وحتى الدين حر الحرية على قسمين حرية ظارة وحرية نافعة الإسلام عاقل يؤفل حرية نافعة مو الحرية الظارة نمثل الآن معطي حرية للسارقين هل هذا صحيح؟ أمير البلد رئيس البلد حكومة البلد يؤلم من وراء المذياء أيها السارقون أنتم أحرار اسرقوا ما شئتم هل هذه حرية؟ أو هذا فوضى؟ ومعطي هذه الحرية هل هو عاقل أو هو يحاج إلى مستشفى الأعقاب؟ يا أيتها السيارات وأصحابها اذهبوا في الشوارع كيف شئتم من اليمين أو من اليسار الإشارة الحمراء أو الخضراء أو الصفراء واستجبوا بمن شئتم واقتلوا من شئتم لماذا لا يعتمون؟ أليست هذه حريات؟ حريات لا شك لكن حريات على ضرر الحر وعلى ضرر سائر الناس الحرية كالنار كالماء كالدواء لا يكون للبلد دواء غلط يكون للبلد دواء أكثر من المؤسد هم غلط الماء لا يكون غلط يكون أكثر من المؤسد حتى أن غرق في الماء هم غلط الماء النار الخبز تأكل أكثر من قابليتك غلط ولا تأكل غلط أن تحر في الأكل كل 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 وبعد ذلك المقبرة هل هذه الحرية صحيحة؟